عظيمٌ هو سر التقوى الله ظهر في الجسد أهلاً أحبائنا مشاهدينا برحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح اليوم رح نتكلم عن موضوع كتير كتير مهم واحد من الأسرار العميقة المهمة لكن أعلنت لنا من خلال كلمة الله أعلنت لنا من خلال شخص شخص الرب يسوع المسيح رح أتكلم عن سر التجسد الإلهي وهذا يعتبر يعني جوهر العقيدة المسيحية واللي بترتكز عليه كل الأساسات الإيمانية اللي بترتكز عليه مسيحيتنا إنه إحنا بنتبع شخص مش مجرد عقيدة ولا أنظمة أو فرائد أو قوانين الله أعلن عن ذاته من خلال الكلمة كلمة الله الذي هو يسوع المسيح وأريد أن أتكلم عن هذا السر سر التجسد الإلهي وفعلا أقولها بكل تواضع محتاجين نخلع أحذيتنا لأننا على أرض مقدسة فكيف نستطيع أن نستوعب هذا الأمر الإلهي العميق بعقل محدود وكيف نفهم اللامحدود بالمحدود فهذا يتطلب اكتشاف وهذا يتطلب إعلان وهذا يتطلب تواضع وهذا يتطلب أن نتأمل بواحد من أهم الأصرار الإلهية ألا وهو سر التجسد فرحين نتكلم عن هذا السر إنه ليش سر وشو اللي أدى لهذا الموضوع الخطيئة اللي سببت طبعا الدمار ورح نتكلم إنه هذا السر كيف الله أعلن إلك ولا إليه ورحين نتكلم عن التجسد أي أنه اتخذ جسدا وليس تحولا والسؤال دائما اللي بنسأل فيه وهل هذا يليق بكرامة الله أحبائي إذا كان الله القادر على كل شيء أراد أن يعلن عن شخصه وجلاله من خلال شخص من خلال الكلمة من خلال يسوع المسيح فهل يعجز أن يتخذ إنسان وهل هذا يحد من لهوت الله وهل هذا يقلل من قيمة الله وفرضا إنه ملك عظيم خلع الحلة الملكية ولبس لباس الفقراء وابتدى يسير بالشوارع وطبعا حتى يتفقد أحوال الناس وفرضا إنه هذا الملك عرف عن نفسه إنه هو الملك فهل هذا يقلل من قيمته لأنه خلع الملابس الملكية ولبس لباس الفقراء بالعكس هذا سيقود الناس إلى احترامه وإلى تكريمه ويقولوا واو هذا الملك فعلا بيهتم حتى بأصغر الناس وبيهتم بأفقر الفقراء هذا السر عجيب عظيم لكن أعلن لن فأنا بدعوك في هذه الحلقة إنك تصلي قل له يا رب افتح ذهني افتح عيني افتح قلبي وهاي صلاتي حتى الله يعلن ذاته إلك وعندما تكتشف هذا السر ستفرح ليس فقط في هذه الحياة بل ستمجد وتشكر وتفرح كل الأبدية إلى أبد الأبدين اشتركوا في القناة